وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي حازم هادي بداية أهلاً ومرحباً بك سيد حازم إذن ماذا بعد رفض اللجنة المالية النيابية البرلمانية تمويل أو تمرير تمويل قانون الانتخابات باعتباره يحتاج إلى قرض جديد في هذه الحالة ماذا أمام الحكومة؟ سلام عليكم ورحمة الله تحية لقناتكم وبرنامجكم ومشاهديكم الكرام رفض البرلمان لخضية الاقتراض حوالي 170 مليون دولار لغرض تأمين إجراء الانتخابات وتأمين الالتزامات لهذه الانتخابات هذا الرفض جاء على أساس أنه هناك فائض مدور في توفر السيولة النقدية لدى الحكومة لتغطية هذه النفقة أن العملية الاقتراض التي نشاهدها بين فترة وأخرى تسبفت إحراج إلى البرلمان لأن عملية الاقتراض معناها تزيادة المديونية على العراق وبالتالي يكلف مبالغ لغرض تغطية كلفة هذه القروض وبالتالي كان المفروض على الحكومة أن تلجأ إلى أسلوب الآخر لغرض التمويل وهو إدراج المبلغ هذا المطلوب ضمن ميزانية 21 بحيث أنه يمكن توفيره من الموازنة السنة القادمة وهذا إذا كانت هناك وفرة مالية يمكن أن تبدأ بالعملية لتوفير هذه المسزمات بالإضافة إلى هذا فإن الأمم المتحدة قد أبرمت اتفاق مع أولندا وغيرها لغرض توفير حوالي 3 مليون دولار لتغطية جزء من هذه النفقات نعم وفي حال لم تتوفر هذه الوفرة المالية تحدثت بها ومبلغ 3 ملايين دولار أيضا التي تحدثت حولها بأن الأمم المتحدة ممكن يورو ماذا أمام الحكومة؟ ماذا ستفعل؟ هذه الأسلوب التي ستلجأ إلى الحكومة أنه تأجل تخصيص هذا المبلغ إلى ميزانية 21 نعم لأنه ميزانية 21 المفروض أن تقدم حاليا إلى البرلمان لغرض دراستها وتدقيقها ثم تشريحها لكن هي الفترة التي ستت أشهر بعد واحد واحد يعني باعتقاد الحكومة غير كافية لتوفير المستزمات وبالتالي عليها أنه تبدأ من الوقت الحاضر من توفير المستزمات وبالتأكيد يمكن أن توفر هذه المستزمات من خلال الوفر المالي أو السيولة النقدية المتوفرة في الوقت الحاضر في مشروع موازنة 20 نعم إذن تحويل أو تأجيل هذا الموضوع إلى ميزانية موازنة 2021 ليس من مصلحة الحكومة خاصة بأنها هناك فاصل زمني قصير وتحتاج إلى توفير كل هذه المستزمات كما ذكرت أيضا بالتأكيد مثل ما تفضلت يعني وهذا ما نروح فأما أن تجه إلى بدائل عديدة اللي منها مثلا نتمدد فترة إجراءة الانتخابات بدلا من شهر السادس إلى شهر السابع أو الثامن حتى تكون توفير الأموال ضمن ميزانية 21 أو أنها يمكن للأمم المتحدة أن يستاهم بمبلغ أكبر لكن هذه موقف حرج بالنسبة للحكومة والتزاماتها اتجاه إجراءة الانتخابات ولا سيما أن هذه الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة يمكن أنه ساهم بشكل كبير في تأطير المشروع القانوني للحكومة إذن سؤال أخير وباختصار سيد حازم إذا كانت الحكومة لديها هذه الأموال الكافية كما تقول اللجنة المالية البرلمانية ومبلغ 170 مليون دولار لماذا لا تستخدم هذا المبلغ؟ الحكومة طلبت 170 مليون دولار لغرض توفير المجززمات لإجراء الانتخابات بالتأكيد لا بد أن يكون هناك جزء من هذا المبلغ لكن اللجنة المالية النيابية تقول بأن لديها الأموال الكافية فلماذا لا تستعمل أو تستخدم هذه الأموال؟ بدل الدخول في أن تطلب قرضا جديدا هذه هي متاهات يعني أنه حتى يكون بالنسبة إحراج إلى البرلمان بأنه يكون حجة قد يكون يعني هذا باعتقاد يحج بأنه يتمدد فترة الانتخابات إجراء الانتخابات إلى بعد شهر السادس لأنه يحج بأنه الأموال غير كافية لغرض إنجاز هذه المهمة الخبير الاقتصادي حازم هذه شكرا جزيلا